كان الرد الرد رحلة الإسراء والمعرك لا يمكن تعيش ضعفك بين يدي الله إلا ويرفعك فكان الرد وكأن الله يقول له يا محمد إذا كان أهل الأرض أذوك تعال شوف مكانك عندنا في السماء رحلة الإسراء والمعرك باختصار شديد في ملخص شديد جدا يطلع النبي ييله سيدنا جبريل استيقظ يا محمد يصحى من نومه كان بيت فين كان بيت عنده أم هان أخت علي بن أبي طالب بنت أبو طالب اللي لسه ميت أصله هو النبي بيواسيها هي وولادها في موت أبو طالب وبيواسي نفسه في موت خديجة فبدل ما يباتل وحده وهم يباتل وحدهم رح يباتل معهم تلقائي جدا حنان جدا واصل لرحمه جدا فيبات عندها يجيله جبريل يصحي من النوم يروح على المسجد الحرام طوف بالكعبة أولا لازم مقدمات أي حدث كبير لازم يسبقه مقدمات هنصلي لازم قابليها الأذان هندخل في الصلاة إقامة الصلاة هتقب بين يدي الله تقوم بالليل كلمات يقولها النبي قبل قيام الليل اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنا بك وإليك الله أكبر تدخل الصلاة تقول الله أكبر المقدمات مهمة أوي تتوضع عشان تخش الصلاة الأول قال له طوب بالبيت فيطوب بالبيت ثم يجد البراق وسمي البراق لأنه هو كالبرق يضع حافره عند منتهى طرفه أنا قاعد هنا لو أنا قاعد في الدور اللي فوق أقدر أشوف من هنا الهرم فهو من هنا يكون الحافر بتاعه عند الهرم طب وصل عند الهرم يقوم شايف إيه يقوم شايف بني سويف يبقى الحافر بتاعه بني سويف يعني إيه البراق متسمي من البراق من البرق وهو كائن لم نراه من قبل ولم ينزل للأرض من قبل وهو زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليه وهو دب بيضاء فوق الحمار ودون البغل هو بين الاتنين يضع حافره عند منتهى طرفه مطرح معينه الجيم الحافري يعني سرعة الضوء ده أول إشارة قبل أينشتاين لفكرة سرعة الضوء البراق ألا طب وهو سرعة الضوء معناها إيه إن الزمن صفر الزمن صفر يعني إيه عشان كده لما قال فعطت إلى فراشي فهو دافئ كما تركته وهو النبي بيقول رحت الإسراء وطلعت المعراج ثم عطت إلى فراشي فإذا هو دافئ كما تركته إزاي يعني طبع الآن اللي فات خمس دقائق إزاي دافئ السرعة كانت صفر الزمن بقى صفر سرعة الضوء تعني إن الزمن صفر ما كانش ممكن يتخيل ذلك إلا بعد العلم الحديث المهم وصل بالبراق ركب البراق مع سيدنا جبريل لا يتركني ولا أتركه وصل لغاية المسجد الأقصى نزل من البراق ربط البراق في حلقة المسجد الأقصى اللي دلوقتي بقى اسمها حائط المبكة مع الأسف الشديد ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم يجد أعظم اجتماع حصل في تاريخ البشرية ما فيش اجتماع أعظم من كده كل أنبياء اللي من أول آدم لغاية سيدنا عيسى موجودين وقفين صف والنبي بيصلي بيهم إمام شايف مين واقف هرا أهو سيدنا داود ودي سيدنا سليمان وسيدنا آدم أهو واقف أهو وده سيدنا عيسى وده سيدنا يونس كل واقف وتجده سيدنا إبراهيم ويصلي بيهم النبي إماما في المسجد الأقصى وكأنهم بيسلموا له أنت المسؤول عن البشرية الآن أنت وأمتك استلم الراية مننا فكان لقاءهم بيه رمزية أن أنتوا مسؤولين وإحنا ضيعنا كلام تا هنبدأ رحلة المعراج هيبدأ يروح على صخرة المعراج في المسجد الأقصى وكأن المعراج حدث من المسجد الأقصى مش من المسجد الحرام ولما نزل من المعراج نزل للمسجد الأقصى مش المسجد الحرام وكان ممكن يطلع من المسجد الأقصى لأن الرحلة كلها بأمر الله كن فيكون لكن لرمزية اهتموا بالمسجد الأقصى وإوعوا تنسوا للأجيال القادمة حب المسجد الأقصى حيطلع رحلة المعراج حيطلع السبع سماوات كل سماح يقابل نبي من الأنبياء ثم يصل إلى سدرة المنتهى مكان لم يصل إليه مخلوق من قبل لم يسمح الله لمخلوق أن يصل لهذا المكان وسميت سدرة المنتهى لأنها ينتهي إليها كل علم الخلق حاجة لم تحدث إحنا إحنا في شرف كبير إن إحنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بس يا ريتنا أقدر ده مش واخدين بالنا إحنا سرحانين خالص نسينا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة راحوا نسيوا طيب قبل ما أدخل في رحلة الإسراء إن إحنا المهر اللي فاتحكينا الإسراء المهرجي حدخل في المعراج عشان أدخل في المعراج لازم أقول الحتة دي الإسراء ثابت بالقرآن بشكل واضح جدا 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 سبحان الذي أسرى بعبديه ليلا من المسجد الحرامي إلى المسجد الأقصى الذي برخنا حوله في أي لبس حد يقدر يفتح بقه كلمة ويقول إن الإسراء مثبت نص القرآن طب والمعراج موجود في القرآن والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولقد رآه نزلة أخرى رآه اللي هو مين؟ شاف جبريل بصورة الملائكية ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى الصدرة ما يغشى شاف كل حاجة ما زاغ البصر وما طغى ده ما كانش حلم ده ما كانش بالروح ده كان روح وجسد ما زاغ البصر والبصر أدى من أدوات الجسد ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفتمارونه على ما يرى؟ أنتوا شكين؟ بصوا الآيات عاملة زي؟ آيات بس في حد حيجي ويقول لي بس مش واضح قوي زي الإسراء صح مش كده؟ يعني الإسراء ولقد رآه نزلة أخرى أنت قلتها أنه جبريل جبتها منين هو النبي اللي قال لنا كده آيه بس دي مش واضحة قوي في القرآن آه ما ربنا قصد كده آه حتة خطيرة هنا حد جابها؟ في حتة خطيرة هنا الإسراء شديد الوضوح المعراج مش شديد الوضوح واضحة آه الآيات واضحة بس يعني فيها حتة مش واضحة قوي مش كده؟ من يجابها ويأخذ ميت جنيه؟ الذين يؤمنون بالغيب لا مش هي دي حلوة بس مش هي دي يا سلام حد يدينه ميت جنيه يا كريم يا أيمن حط ميت جنيه يا كريم يدفع ميت جنيه يا كريم يعني كريم الله يبرك له يعني يعني شايل كل حاجة على كتافه حالاً تاخدها وامضي لك عليها بعد الدرس عشان ما تصرفهاش لا ما يرجعهاش يحتفظ بي إيه وعطف صل القرآن عن السنة إيه ده إيه ده إيه ده دي لمحة خطيرة أقفوا بقى معايا ما هو كل اللبخ اللي حصل الفترة اللي فاتت بسبب الكلمتين دول إيه يعني عايز تقول إيه حكاية فصل السنة عن القرآن دي لعبة خبيثة دي لعبة خبيثة إيه وعطوها وفيها يعني إيه ضرب السنة هو ضرب للقرآن وبعدين ضرب للدين كله إزاي أمثلة الحديث هو تفسير القرآن السنة هي تفسير القرآن مش في حاجة اسمها القانون بتوع المحاماة يعرفوا الكلام ده القانون والمذكرة التفسيرية للقانون مش القانون ده محتاج تفسير فلازم مع القانون في إيه المذكرة التفسيرية السنة هي المذكرة التفسيرية للقانون أمثلة أمثلة إزاي لو ضربت السنة ضربت القرآن وتبقى ضربت الدين كله فين الصلاوات كلمة إن الصلاوات خمسة في القرآن في أقيموا الصلاة في أقيموا الصلاة جبت منين إنهم خمسة مش بقولك لو ضربت السنة تبقى ضربت القرآن وتبقى ضربت الدين يا حلة خبيثة ده هو ده هو الموضوع مش في السنة ده الموضوع خبط الدين كله فين إن الظهر أربع ركعات في القرآن جبت منين إن الظهر أربع ركعات ها قل لي فين في القرآن إن الظهر أربع ركعات الله صحيح جبت منين المغرب تلات ركعات جبت منين إنفجر ركعتين جبت منين اللي عيش أربع ركعات يا أنا ربيض شفت بتهد إزاي ده أنت بتتحك علينا أنت بتتحك على الشباب الصغير طب خد اللي بعدها جبت منين إزاي كان اتنين ونصف في المية فين في القرآن حضركم مين هنا عام العمرة فين مناسك العمرة في القرآن فين تفاصيل مناسك العمرة في القرآن ليه النبي في الحج أمراكب فوق جمل وقال خذوا عني مناسككم عايزين تفهموا الحج شفوني عشان تعرفوا فتقلدوني يعني إيه قول الله وما أتاكم ورسوله فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا فين آه ده هو لا ده أنا فهمت ده هو بيشتم الصحابة عشان يخبط السنة وبيخبط البخاري ومسلم عشان يخبط السنة فلما يخبط السنة يفرغ القرآن من محتوى فلما يفرغ القرآن من محتوى وقع الدين يقوم يعمل إيه؟ لا لازم 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 حضر خليها معاك معناها إيه؟ معناها إيه؟ معناها أنت أنت هتاخد حتة وتسيب حتة؟ آه هتاخد حتة وتسيب حتة؟ يبقى مش هتعرف تفهم القرآن بقى عندك مشكلة عشان كده ربنا ما خلاش المعراج واضح قوي عشان يقول لك اوعى من فصل السنة عن القرآن طيب نساعدكو أكتر؟ هتقولي طب ما هو القرآن ممكن يكون السنة ممكن يكون فيها حديث ضعيفة صح؟ عشان كده فيه فرق فيه فرق بين حديث رواه صحابي واحد وما فيش غير الصحابي ده اللي رواه اسمه حديث أحد واحد وحديث متواتر في ميت صحابي رواه وشافه أقوى درجات أقوى درجات التأكد صح ولا لأ؟ بالعقل ولا لأ؟ أنا لما أقولك قال نابليون إيش عرفني نابليون قبل؟ لكن لما أقولك فيه ألف جندي في المعركة شافوا نابليون بيحط يده كده جوه الجاكت بتاعه مؤكدة ولا لأ؟ لو روحتوا متحة في الشمع في لندن مادام توسو هتلاقي تمثال نابليون بونابارت أكتر حاجة هتاخد بالك منها في تمثال الشمع بتاع نابليون حطت إيده عارفين الحكاية دي ولا مش عارفينها؟ مش عارفينها إزاي بس دي مشهورة جدا المهم طب طب دي إيه؟ يا عم ده كل الناس شافتها إزاي الصلاة الخمس؟ كل الناس شافت النبي بيصلي الصلاة كده كم واحد شافوه؟ مئة وعشرين ألف صحابي بتكلم في إيه؟ ده بتكلم في إيه؟ طب والمئة وعشرين ألف صحابي حكوه آه ده متواتر اسمه حكوها الكام صحابي حكوها المليون حكوها المليون تابعي شافوهم بقى بيصالوا طب وشافوهم وهم بيرفعوا صابعهم كده في الصلاة آه ده حتى دي دي جاي من عند النبي بالملي أصلي كل حاجة شافت ده مليون واحد يا عم فالمليون حكو الكام؟ وشافهم كام؟ عشرة مليون فالعشرة مليون لغاية ما وصلنا لغاية هنا آه فهمت أيوة ده كده كمان رب يا أولادي اللزينة يبقى أنت كمان مش بتكلم على حديث الأحداث ده إذا تتكلم على الأحديث المتواترة أنت عايز بتستخدم كلمة إن فيها أحديث ضعيفة وإن الناس مش فاهمة إن فيه فرق بين أحديث أحد رواه واحد آه ممكن نتكلم فيها لكن المتواتر طب يدخل تحت دي ايه كاما؟ الحجاب هكي الآية في القرآن اللي بتتكلم على الحجاب تقوله الآية بتاعة صورة النور بتتكلم على لبس المرأة من فوق والآية بتاعة صورة الحجرات بتتكلم على لبس المرأة من تحت صورة الأحزاب المرأة من تحت وليدنين عليهن من جالبي بهن ما تلبيسش قصير تلبيس طويل ومن فوق صورة النور قل المؤمنات يغضبنا من أبصرهن ويحفظنا فرجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربنا بخمرهن على جيوبهن اللي ده الجيب ده يضغطة طب بس ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها دي اللي هو إيه بقى؟ يقوم النبي مشاوي ويقول الواجه والكفرين يقوم يقول لي لا بس مش واضحة في القرآن أنت بتفصل بين القرآن والسنة؟ طب ما دي زي المعراج طب وإزاي بقت متوترة؟ لأن يوم ما نزلت آية الحجاب كل ستات المسلمين غطوا شعره صح؟ لأن هم ما فهموا ما ظهر منها فكام واحد قلدهم؟ كام واحدة أسف كام واحدة قلدتهم كل ستات التابعين بقوا كام كده؟ بقوا مليون فكام واحدة قلدتهم كل نساء تابع التابعين فبقى عددهم كام؟ عشرة مليون فكام واحدة فكام واحدة خلاص متواتر طب اللي يجي ينكره؟ ما يقولش بقى أنتو بتقولوا كلام غلط يا عمي أنت بتنكر ما أجمع عليه بالتواطر كلام منطخي كلام عائل ولا مش كلام عائل طيب يبقى ده الحجاب انتشر بالطريقة دي وتحرج بالطريقة دي فما ينفعش تيجي تقول لي ده مش موجود في القرآن هو آه هو أنت عايز سلعب الله بديا بس الإشارة بتاعته في القرآن لأن ما ينفعش النبي يأمر بحاجة مش موجودة في القرآن تهامين؟ لكن إشارته في القرآن فمن هنا بقى التواطر بهذه القوة آه إيه وعوه؟ إيه وعوه من اللعبة دي؟ فصل القرآن عن السنة طيب شكل الحجاب يبقى عامل إزاي؟ سبها لكل زمن لا القرآن ولا السنة ليه؟ لأن كل زمن طريقة لبس المرأة بيتغير لونه إيه كل زمن؟ حجت السيدة عائشة بعباءة مزخرشة بالألوان إيه ده؟ حجت لبسة كده؟ آه في البخاري آه يعني هنا بقى هنا بقى مفتوحة آه هو بس حطي لك الفريم الواسع فهمتوا يا جماعة؟ يبقى الإسراء والمعراج الإسراء واضح والمعراج الإشارة موجودة ما جاش بالسنة بس لا فيه الإشارة بس تفسير الإشارة في السنة سورة النجم فيحصل إيه؟ إن مئات الصحابة يسمعوا النبي هو بيحكي قصة المعراج فينقلوها باقي التواطر خلاص مش واحد لو واحد نسكت ما تتحكوش علينا دي لعبة خبيثة لضرب تفريغ القرآن والدين كله من محتوى ما تستجيبوش للحكاة دي حلوة الفكرة؟ واضحة؟ سهلة؟ مفهومة؟ حد عنده أي حاجة مش فاهمها فيها؟ سبتت؟ ضايم ندخل بقى في المعراج بعد ما خدت حقي في الحتة دي في ظل الإيه؟ الشوشرة الخبيثة الأثيرة الفترة اللي فاتت ندخل بقى في الإيه؟ في المعراج يلا بينا المعراج نحن خلصنا رحلة الإسراء هنبدأ رحلة المعراج سفينة فضاء علشان توصل لأقرب كوكب قريب للأرض تحتاج ثلاث سنوات بسرعة تسهير بسرعة سبع تلاف كيلو متر في الساعة لأقرب كوكب اديني عقلك بقى او ما تدينيش عقلك اديني يقينك وقول لا إله إلا الله عندك اختيار عندك اختيار تقولي بالعقل ما تشتغلش وعندك اختيار تقول سبحان مالك الملك يفعل ما يشاء سبحان العمل للبشرية أول إشارة ممكن تطلعوا للسماء تتكلم على الإسلام ويقولك احنا مش عايزين نرجع للوراء ده أول إشارة تستطيعوا أن تصعدوا للسماء اشتغلوا عليها كانت رحلة الإسراء والمعرك أول إشارة للبشر تحدي للبشر وآية تانية في القرآن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فوق وتحت فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان بإرادة الله أولا أول إشارتين للبشرية تستطيعوا أن تصعدوا في السماء وتنزلوا إلى أعماق البحر تقول على الدين عيب عليك تقول على الدين الرجعية اخس اخس الدين اللي ربنا بعته للناس عشان ينور لهم حياتهم تقول عليه كده ده أول إشارة ده البراق أول إشارة لفكرة سرعة الضوء والمعراج أول إشارة انطلقوا تحركوا وهل تستطيع البشرية أن تفعل شيء لم تراه من قبل العقل البشري لم يستطيع أن يبدع شيء ليس له أساس الغواصة هي تكرار لإيه للسمكة والطيارة هي تكرار لإيه كل حاجة أبدعتها البشرية لازم تشوف صورة محكاة من إبدع الخالق سبحانه وتعالى فكان لابد أن تكون فيه رحلة إلى السماء لتبدأ العقول البشرية حتى المكذب يقول طب ما يمكن فضل الإسلام على البشرية كبير ورحلة الإسراء والمعراج مش مجرد رحلة روحية لها بعد علمي في تاريخ البشرية طيب إحنا فين دلوقتي إحنا هنبدأ بقى نطلع في السماء مع جبريل سبع سماوات كل سماء حيقابل فيها نبي حد بقى يراجع معي معلومات السماء الأولى حيقابل مين آدم صحيح مفيش جواز سهلا أو مفيش فلوس السماء التانية حيقابل مين سيدنا عيسى وسيدنا يحيا برافو مذاكرة السماء التالتة حيقابل مين سيدنا يوسف يا سلام ناس مذاكرة السماء الرابع حيقابل مين سيدنا إدريس السماء الخمسة حيقابل مين لا سيدنا هارون يا سلام مذاكر أحمد السماء السادسة حيقابل مين سيدنا موسى السماء السبع سهلة جدا حيقابل مين سيدنا إبراهيم مش معقولة مش هيقبل سيدنا إبراهيم هو مفيش غير الأنبياء دول لا طبعا الأنبياء كتير جدا طب اش معنى دول صحيح اش معنى دول قول العزم لا مش كلهم قول العزم سيدنا إدريس مش من قول العزم سيدنا هاجون مش من قول العزم مقبلش نوح مقبلش سيدنا نوح سيدنا نوح من قول العزم سيدنا يحيا مش من قول العزم سيدنا ده سيدنا آدم أبو الأنبياء مش بنقول لعزب ايش مئنا دول في رسالة ايه بقى رسالة ايه من قد ايه وقربت ياهو من قصص كل حد اللي هو ايه بقى رمز ايه وصح حلوة بقى اللي هو ايه تحمل مشقة لا بعدنا ترتيب السموات ملاش علاقة كل واحد من دول له علاقة بقصة حياة النبي اللي جاية كل واحد من دول له علاقة بحياة النبي خلي بالكوا بعد الاسراء والمعراج النبي حينزل بدء الاستعداد للهجرة كان لازم يقابل سيدنا موسى وسيدنا هارون علشان الخروج من بلده والهجرة الى مكان جديد زي ما سيدنا موسى خرج من مصر خائفا يترقب وعدى لغاية نواصل الى سيناء لتبدأ مرحلة جديدة مع بني اسرائيل وانت يا محمد قربت تخرج من مكة سيدنا عيسى وسيدنا يحيا انت حتقابل اليهود وانت مقابلتش اليهود في مكة حتقابلهم في المدينة وعيسى ويحيا تعبوا مع اليهود ويحيا قتلوه اليهود بني اسرائيل وعيسى حاولوا يقتلوه يا محمد حيحاولوا يقتلوك في المدينة ادريس اول من خطى بالقلم يا محمد دخولك المدينة لازم يبدأ بالعلم ركز على العلم عشان كده اول خطوة في بدر كل الناس في مكة في المدينة ما تبقاش امية كل واحد من اسر بدر يعلم عشرة الله طب ويوسف ده قصة حياتك هي قصة حيات يوسف يوسف اللي ازاء اهله اخواته وانت عيلتك هي اللي هتعمل فيك كده ابو لها ابدع عمك وكل قريش اللي بتحربك دي قريبك ما تزعلش يوسف اهو اللي انا حكيت لك قصته شو فوق اهو وبعدين يوسف حيخرج من بلده وحيخرج من بلده وحيجبر في بلد تانية وانت حتجبر في بلد تانية وفي الاخر اهله حيعتذروله وحيرجعوا ويندموا وانت حتفتح مكة وحيرجعوا ويندموا ولذلك من كتر تشابه القصتين ببعض قصة النبي صلى الله عليه وسلم وقصة يوسف عليه السلام لما سيدنا يوسف اخواته عرفوا الحقيقة واعتذروله قال لهم ايه؟ قال لا تثريب عليكم اليوم خلاص مفيش مش هعد لومكو يغفر الله لكم فلما جاء ابو سفيان يوم فتح مكة ومش عارف يعمل مع النبي ايه؟ ولا يعتذر له ازاي؟ ولا يقول له سمحنا ازاي؟ فبيقول للعباس عم النبي ماذا اقول له؟ قال له اقول له طالله لقد اثرك الله علينا كلام من اخوة يوسف طالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخطئين فوقف ابو سفيان قدام النبي وقال له طالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخطئين فرد عليه النبي وقال له بكلام سيدنا يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ده هو كل اللي قابلهم لهم علاقة بقية قصته لهم علاقة بقية قصته طب ايه يعني بتقول لنا الكلام ده عشان اقول لك ايه محدش بيقابل حد صدفة في خلق الله ايه شوف انت شوفت انا خدتها منين ودتها لحياتك بقى الشخصية حدش بيقابل حد صدفة مجيتش الدجسة ده صدفة ولا قابلتي فلان اللي بقى لكو سنين ما تقابلته صدفة عشان تتكتب قصة جواز عشان مكتوب انه حيطلع من بطنك فلان وفلان من قبل ما تدخل انت وهو مكنتش صدفة يوم ما رضيتي امك فدعتلك الدعوة الفلانية فحصلت مكنتش صدفة يوم ما رفعت التليفون على فلان بتسأل عليه وتتطمن عليه ففتح لك باب رزق كلت منه عيش لمدة عشر سنين السطر من الصدفة والصحة من الصدفة ورزق من الصدفة محدش بيقابل حد صدفة انت مجيتش هنا صدفة انت جاي هنا تسمع كلام يمكن ما تحضرش بعد كده تاني لو ظروف حصلتلك في الحياة او تسافر لكن ما كانش صدفة انك لازم تسمع الكلمتين دول لحاجة لها علاقة بحياتك اللي عملوا ربنا سبحانه وتعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم في مقابلة الناس دول رسالة لنا في الفكرة دي حدش بيقابل حد صدفة معناها ايه لو قابلت تحد صدفة في حياتك فيه خير امسك فيه شر بيبتليك ابعد لكن فيه خير امسك فيه طيب قابل في السماء السبع كل ما يطلع السماء يحصل حاجة الاول ايه هي لازم يطرق سيدنا جبريل ابواب هذه السماء ايه يعني هو السماء محتاجة سيدنا جبريل يعني يطرق ابواب السماء هي السماء لها ابواب اه يطرق ابواب السماء فيسأل الملك من بباب السماء الاولى فيقول انا جبريل فيقول ومن معك مين اللي معك ده فيقول محمد ابن عبد الله فيقول الملك او اوحي اليه انا ما يطلعش عندي غير حد موحى اليه فيقوله نعم فيفتح له باب السماء كل السماء لازم يعمل الحكاية دي مش فهم مش فهم ليه يعني تم يا عمي ده رسول الله ده ايه اصلا الرحلة كلها معجزات وده رسول الله وده جبريل ليه الحدوتة دي وليه النبي بيحكي لنا انه ظل حصل معاه خلي بالكم قصة المعراج متوترة من حوالي تمانين صحابي من روايات مختلفة كلهم رويين نفس الفكرة يطرق ابواب السماء عارفين الفكرة ايه اما حتة فكرة حلوة بشكل السيستم نحن نعيش بعشوائية وربنا بيقول لنا الحياة بتمشي صح بالسيستم حط سيستم لكل حاجة الغرب متفوق عنده سيستم ليسوا اسكى مننا ابدا ابدا بص كده على المصري في اوروبا من اسكى العقليات لكن عنده سيستم بص على الانجليزي لا 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 يا عم احنا اجبت بكتير بسه عنده سيستم انتو مش مهتمين بموضوع السيستم موضوع السيستم احنا عايشين مع بعض ببيت واحد انا واموراتي اولادي عندنا شوية قواعد لازم نتفق عليها هنعمل جروب اسمه جروب نادي الاحسان لازم نتفق على شوية قواعد هنمشي عليها في الجروب محدش ينزل اعلانات مش عارف ايه محدش يعمل كذا محدش يعمل كذا انت ماشي من غير سيستم ابو وابنه انا انت فترة دراستك في الجامعة السيستم بيننا واحد واثنين وثلاثة واربعة محدش بيحط التلفزيون في قطه ويقعد قافل على نفسه في القطه ويقول انا قافل لا احنا كلنا عايشين في بيت واحد السيستم بتاعنا في بيتنا ان التلفزيون في الوسط للجميع سيستم لكن خناءات 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 عشان ما فيش سيستم جزء من التحضر وجود سيستم لاجزاء حياتك وجزء من التخلف والتخلف دي مش شتيمة ده بيبقى واقع يعيشوا الناس العشوائية ينهر ابيض الدرس اللي متفوق به الغرب هو درس من المعراج هذا دين عظيم هذا دين رائع لمن يفهم متعيش من غير سيستم متعيش من غير سيستم حصرف ايه في الشهر قدينة بنصرف وهي ماشية ايه ده انت مش عامل نفسك ميزانية لا الله بس يعني لما بتزنق بس تلف طب اخبط في الحيط بقى فين السيستم حتتجوزي انت وجوزك ايه الحاجات اللي حنتفق عليها من غير بقى منوعد طبعا ايه ما هو فيه ناس تحط سيستم فتقرف يعني تقرف نفسها وتقرف اللي حواليها فين السيستم يا ام ارحمني بقى عايز عايش حياة طبيعية فمتعودوش بقى تحسويكو وتحت كلمة انما فيه 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 فريم فيه واسع مش ديق مش خانق لكن لازم فيه سيستم يا سلام على يا سلام على التعليم هذا الدين الرائع طيب حيقابل في كل سما نبي حيقابل كل نبي حيقوله ايه مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح يا سلام على وحدة الانبياء ما فرق الانبياء اوعوا تقولوا طب هو قل لي ربنا نزل الانبياء مختلفين علشان نبقى احنا كلنا بنتخنق مع بعض ربنا ما عملش كده احنا اللي تخنقنا مع بعض الانبياء حاجة واحدة الانبياء كلهم يجمعهم الحب ومن حلاوة الدين الاسلامي انه يؤمن بكل الانبياء لو انت مش مؤمن بأحد الانبياء تبقى ايه مش مؤمن بالاسلام الصحيح لا انا مؤمن بعيسى وموسى ومؤمن بسيدنا نوح ومؤمن بسيدنا ابراهيم هو دي الفطرة الصحيحة فكلهم بيقابلوا بهذا الحب مرحبا مسيدنا موسى بقى يقول له لا اصلا امتي احسن انا مش هسلم عليك انا زعلان ايه ده ده العقول الضيقة اللي يقف على المنبر بيدعي على المسيحيين هم عملوا لك حاجة تدعي ليه تعمل كده ليه لكم دينكم وليا دين لا اكراها في الدين في مساحة كبيرة من التعايش والتسامح والقبول للاخر النبي لما جم نصارى مجران بالصلبان بتاعتهم ولبس الرهبان جايين المدينة يتكلموا معاه ويعملوا زي ما يقولوا حوار حوار اديان بلغة العصر الحديث يسكنوا فين وفد تمانين واحد نعمل لهم خيم فين فقال لا يسكنوا في المسجد ايه في المسجد النبوي اللي احنا بنروحه اه يعني طب ويدخلوا بالبسهم دا اه طب بنقول لهم يقلعوا لأ يقلعوش حقهم طب بس دلهم حيدوا ضهرهم للقبلة بتاعتنا عشان يصلوا صلاتهم لاتجاه المسجد الاقصى اه دعوهم وما يفعلون ايه دا هو احنا نبويين اكتر من النبي ولأ بتكلم جد يعني يعني انتم متدينين اكتر من النبي ولا نبويين اكتر من النبي في كتاب اسمه كده النبويون اكتر من النبي ايه العوقة دي فين مساحة التسامح النبوي العظيم نختلف في الاعتقاد طبعا نختلف في الاعتقاد ونتمسك بدنا جدا وفخرين بيه جدا لكن نتعامل مع الناس بأريحية مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح الوحيد اللي قاله مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح سيدنا قدم عشان هو ابونا ابونا كلنا طيب احنا فين دلوقتي احنا عمالين بيطلع النبي صلى الله عليه وسلم هو دلوقتي في السامة السبعة حيقابل مين في السامة السبعة حيقابل سيدنا ابراهيم حيلاقيه فين فوجدته مسندا ظهره سند ظهره الى البيت المعمور إيه البيت المعمور جي ذكره في القرآن في سورة الطور وكتاب مستور والبيت المعمور بيت كوبي من الكعبة تماما كالكعبة في السماء السابع آه يعني اعنا بنطوف في مكة بنطوف بالكعبة الملائكة بالطوف بالبيت المعمور صحيح فوانت تطوب بالكعبة إذا حضر قلبك وكنت قريبا من الله فأنت أحب إليه من الملائكة اللي بيطوفوا بالبيت المعمور قد تكون أخشع إنسان في الكون الآن الله وحشتنا مكة وحشتنا العمور والله وحشتنا العمور يا رب ادعو اللهم ارزقنا بعمرة قريبة يا رب ارزقنا بعمرة قريبة اللهم ببركة هذا اللقاء ارزقنا بعمرة قريبة فبيطوفوا بالبيت المعمور سيدنا إبراهيم سين الظهر للبيت المعمور يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخله كل يوم سبعون ألف ملك يطوفون به لا يعودون إليه إلى يوم القيامة تاني اسمع الحديث يدخله كل يوم كم؟ سبعون ألف ملك يطوفون به لا يعودون إليه إلى إمتى؟ ممكن تتخيل عدد الملائكة كم؟ بس الله أعلم اليوم ده يوم بتاعنا خلي بالك فيه أزمان مختلفة الزمن مش واحد أنت زمانكو هنا 24 ساعة وفيه إن يوما عند ربيك كألف سنة مما تعدون وفيه في يوم كان مقدروه خمسون ألف سنة إيه ده؟ إزاي فيه إزاي فيه مواعيد مختلفة هو مين اللي خلق الزمن؟ مش ربنا اللي خلق الزمن قادر إنه هو يغير المواعيد ولا مش قادر إنه يغير المواعيد فاهمين؟ طيب فالملائكة سبعون ألف ملك ينهر ربيض يبقى عدد الملائكة قد إيه؟ الله طيب ويبقى ساعة الكون قد إيه؟ بيقول لك الإزوالي فاتكو التبقرة إن اكتشفوا مجرة جديدة عشر أضعاف المجرة بتاعتنا هو الكون ده إيه؟ مالك الملك سبحانه سبحانه والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون عدد الملائكة يقول النبي في حديث آخر قطت السماء تقلت عرف لما تدوس على البركي الخشب فتسمع التقطأ بتاعته قطت السماء وحق لها أنت لا حق السماء ليه؟ ما فيها موضع ثلاثة أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد حتى إذا قامت القيامة قاموا يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك لا إله إلا الله الدنيا صغيرة جدا إحنا القصة بسيطة جدا سبعين ثمانين سنة ننجح في الاختبار نروح على الجنة إن شاء الله قابل سيدنا إبراهيم عند البيت المعمور سيدنا إبراهيم بقى حيوصلوا رسالة لنا سيدنا إبراهيم باعت لكم رسالة باعت لحضراتكم رسالة من جدنا سيدنا إبراهيم يا محمد أقرأ أمتك مني السلام سلم لي على المسلمين وقل لهم إن الجنة طيبة التربة حلوة قوي اللاندس كيب رهيب إن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأن غراسها للي عايز يغرس غرسة في الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله هو أكبر ولا حول ولا قتاء إلا بالله الذكر عايز تجمل عايز تعمل الدكوريشن للجنة بتاعتك الذكر هو تجميل الجنة بتاعتك بس هي دي رسالة سيدنا إبراهيم لنا بس اذكروا الله رسالتوا لنا حفظوا على الذكر خاصة الخمسة دول طيب يبقى دا كده سيدنا إبراهيم ولقاء سيدنا إبراهيم في السماء لسه هيطلع اه ايه بقى في ايه بعد كده آآ الجنة حيشوف الجنة حيدخل الجنة ليكون ثاني مخلوق من البشر يدخل الجنة بعد آدم عليه السلام دخل الجنة ومرة النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في وسط الصحابة وعمقايل من منكم دخل الجنة في المدينة الكلام دا بعد الإسراء والمعراج من منكم دخل الجنة فطبعا يعني ما فيش تعليق فسيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب شاب صغير كان في الوقت دا مثلا عنده 18 سنة ولا 20 سنة أمرافع إيده قال أنا يا رسول الله فعمر بن الخطاب بيقول يعني بيقول إيه دا فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم قال من منكم شربة من أنهار الجنة عبد الله بن عمر الخطاب أنا يا رسول الله فعمر بن الخطاب بيقول فتحركت لأكون بجواري عشان يسكته اسكت من منكم أكل من ثمار الجنة قال أنا يا رسول الله فقال النبي كيف يا عبد الله قال يا رسول الله دخلت الجنة بدخولك إليها في المعراج أنا مصدقك لظائرة أن أنا حس أن أنا كنت هناك ياه وشربت من أنهارها بشربك لها وأكلت من ثمارها بأكلك منها حلو يا رسول الله جميل عبد الله بن عمر وعشان كده قال لي بلال يا بلال سمعت خشخشة عليك في الجنة أنا سمعت شط رجلك في الجنة إيه أنت عيست أقول لي النطوية له الزمن وشاف ما هو قادم يبدو أن النبي شاف اللي محدش شافه رسول الله شاف ما لم يره أحد يا بلال سمعت خشخشة عليك في الجنة فبما يا بلال أنت بتعمل إيه قل لي بتعمل إيه يا بلال قال يا رسول الله ما توضقت إلا صليت ركعتين فقال بهذا يا بلال وناخد منها حكمة تانية بس الموضوع تاني محدش يضحك عليكم ويقول لكم إن البدعة كل حاجة ما عملهاش النبي لا إن بلال عمل الحكاية دي والنبي ما كانش يقل له عليها وكل حاجة أدوك فيها يقول لك بدعة 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 تسلم على واحد بعد الصلاة يقول لك بدعة عيد الأم بدعة الاحتفال بعيد الميلاد بدعة تقول للناس جمعة مباركة وتبعت لهم مسيج بدعة إيه دا زهقتونا في عشتنا دي مش عيشة دي البدعة ما كان في أصول التشريع فقط يعني إيه تصلي الظهر ست ركعات وتقول لي أنا حصليها ستة تصلي المغرب ركعتين بدعة وكل بدعة ضلالة طبعا أنت بتحرب في أصول التشريع تصلي الجمعة يوم الثلاثة عشان أستراح يوم الجمعة خليها في وقت الشغل إيه الهبل دا نخلي صيام رمضان على التوقيت مش الهجري نخليه دايما في شهر ثلاثة عشان النهار لغاية الساعة خمسة بدعة بدعة لكن بدعة أن أنا سلم عليك بعد الصلاة بدعة أن أنا بعد الصلاة أقول وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد بعد الأزان إيه دا إيه دا زهقتونا كرهتو الناس في سهل حلاوة الدين دا أنه سهل فسمع خشخشة نعلي بلال بحاجة النبي ما قالش عليها لأنها مش من أصول التشريع شوف عملين واضحة وصلت طيب وصلنا الفين وصلنا للجنة ثم توقف لسه بيطلع النبي ثم توقف جبريل لا خلاص ما أقدرش أطلع من كده خلاص دا أخي حدود المخلوقات انتهت هنا تقدم يا محمد ما أقدرش أكمل معك أنا إذا تقدمت احترقت وأنت إذا تقدمت اخترقت الحمد لله أننا إحنا مسلمين حاجة جميلة إن دا نبينا والله إحنا مقصرين في حق نبينا وفي حق دينا كتير ما بنعملش حاجة ما كناش قدوة ما نجحناش في الحياة نجاح كامل كافي ما تعلمناش تعليم قوي خلي المسلمين قدوة للبشرية حتى عبادتنا باقي ضعيفة ليه كده فين الإحسان تفتقد الأمة الإحسان روح هذا الدين هو الإحسان إنك تطلع أحلى ما عندك مع الله مع الناس مع الحياة لو واحد في المية من المسلمين عاشوا بإحسان يتغير حال المسلمين بس طلع أحسن بداخلك في ثلاث اتجاهات مع الله عبادة مع الناس أخلاقا مع الحياة إتقانا وإبداعا يتغير حال المسلمين إحنا شلنا المادة الفعالة من الدواعيش بإحسان ادخل رمضان من المحسنين بس الكلمة دي حطلها أحلى ما عندي يعينك إنك تصل لكده إيه ويقويك على كده إيه الذكر بس هي دي الوصلة برنامج في رمضان السنة دي اسمه حياة الإحسان إن شاء الله صورناها خلاص حياة الإحسان هو برنامج رمضان السنة دي طيب والجروب اللي احنا عاملينه اسمه نادي الإحسان جبريل يا جماعة النبي في الرحلة دي شافه بشكل الملائك الكامل وهو إيه شكل الملائك الكامل حاجة ويخلق مالة علمون إيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل له ستمائة جناح كم جناح يسد الأفق إذا نفض أجنحته تناثر عنها اللقلق واليقوت شكله إيه سيد نجوي يعني لما يفرد جناحه تلاقي اللقلق واليقوت حنشوفه إن شاء الله إحسن لسه مش شفناش حاجة وإحنا شفنا حاجة ده الدنيا دي بس حاجة كده دي بس نموذج امتحان خش جاوب بس الامتحان وتعلم بسط بس يعني ولا حاجة إحنا شفنا حاجة مش شفناش حاجة إحنا آخرنا شفنا السماء وشوية نجوم عشان بس ربنا يورينا عظيم خلقه لكن الحقيقة لا 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 ده لسه حاجات جامدة جدا حاجات رائعة إنت مش شفتش حاجة بس إنجح بس إنجح فالنبي يشوف على عظم سيدنا جبريل بيقول رأيته جبريل في المعراج كالحلس البالي من خشية الله الحلس حدة قماش لما تكرمشها كده عارف مفرش سرير أو مفرش صفرة وتكرمشه كده جبريل ستمائة جناح رأيته من الخشوع كالحلس البالي البالي من خشية الله ونعيد الدرس كل ما تروح لربنا بضعفك يحليك رحيله 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 عبدا الابتلاء لشيء أعظم من أن يردك إلى عبوديتك ارجع عبد وتقهرك الحياة لتبكي بين يديه وتوجعك الأيام لتتوسل إليه ويحويجك إلى المال لتستغيث به لأن كل الهدف أنت عبد لكن الرزق رزقه والخير خيره وانت متمرمغ في نعمته بس تعيش عبد إحنا فين دلوقتي إحنا صدرة المنتهى النبي واحده مكان لم يصل إليه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب منزل لم يصل إليها أحد يقول حتى وصلت إلى صدرة المنتهى وسامعت صريف الأقلام الأقلام؟ أي أقلام؟ صريف الأقلام يعني صوت الأقلام أي أقلام؟ أقلام القدر سمع صريف الأقدار وهي تكتب أقدار البشر يا نهرب دي أي مكان وصل لها النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه الله تبارك وتعالى وكان أمر الله العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء افترضت على أمتك يا محمد خمسين صلاة في اليوم والليلة يا نهرب يض خمسين صلاة في اليوم والليلة فنزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم خلاص فوصل إلى السماء السادسة السادسة كمان ده عد السماء السابعة عد سيدنا إبراهيم فلقيني موسى عليه السلام فقال يا محمد ما افترض ربك على أمتك فقلت خمسين صلاة في اليوم والليلة قال رجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإني عينت بني إسرائيل وإن أمتك لن تطيق هذا بيحبنا سيدنا موسى مش أحسن عشان يومي القيامة يبقى عدد بني إسرائيل أكتر منهم ما عملش كده ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فرجعت إلى ربي فقال لي خمسة وعشرون صلاة في اليوم والليلة فعدت فسألني موسى فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق هذا حنين علينا جدا موقف كبير لن ننساهل سيدنا موسى فعدت إلى ربي فقال لي عشر صلوات في اليوم والليلة فنزلت فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق هذا فرجعت إلى ربي فقال هي خمس صلوات والأجر بخمثين الحسنة بعشر أمثل فرجعت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك فقلت استحييته من ربك فهي مش هقدر أكتنى تعالوا تعلم شوية حاجات حلوة أولا جمال سيدنا موسى وإن الأنبياء كلهم واحد وإن هما كلهم بيحبوا أمم بعضهم وإن احنا اللي فرقنا بين الأنبياء مش هما اللي فرقوا وإن الدين واحد وإن كل اللي انتوا شايفينه من عك بين الحضرات وبين الأمم لا نتهم به الدين ولا نتهم به الله لأنه بيقولوا كل ما صايب الأرض والحروب بسبب الدين بسبب الدين ولا بسبب فجر الإنسان وتغيان الإنسان الدين بريء دي واحدة النقطة التانية اللي نتعلمها جميلة جدا 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 شوف رحمة ربنا سبحانه وتخيلوا لو كانوا خمسين تخيل يا عمر ده احنا تعبنين في الخمسة نويته أصلي الاتنين واربعين الله هو أكبر نويته أصلي الستة واربعين حموت نويته أصلي التمانية واربعين يا نهر بيض هما تمانية واربعين ولا تمانية وتلاتين يا نهر بيض أنا مش فيك دفتر شايف الرحمة والأجر خمسين طب هو مش سبق في علم إلا أنه هما خمسة هما خمسة من يوم أن خلق الله البشر ولا مش خمسة خمسة طب ما الليل حدوتة دي عشان يوريك قد إيه رحمته أنا بخفف عليكم كانوا هيبقوا خمسين وكمان مأثرين في الخمسة شفت المعنى مش عيب مش عيب ده كانوا خمسين وكمان مأثر في الخمسة لا ملكيش عصر عيب عليك أما حدة رسالة فيها الرحمة وفيها العتاب فيها الحنية وفيها استحي فيها الكرم الخمسة بخمسين وفيها مش تشكر دي معنى معنى جميل جدا في استحييته من ربي حاجة تانية خطيرة جدا ارجع إلى ربك فناشده التخفيف يقبل مالك الملك سبحانه وتعالى أن عبده من عباده يرجع له أربع مرات يطلب التخفيف وأنتي مش قبلة أن ابنك أو تلميذ عندك في المدرسة أو موظف عندك يرجعك في قرار أو زوج من التكبر أن ما يقبلش أن مراته ترجعه في كلمة وهو عارف أن هو غلطان بس أنا قلت ما يرجعش في كلامي ده كبري ده رب العالمين مالك الملك يقبل أن سيدنا محمد يطلع له أربع مرات وربنا يقبل منه وانتي ما تقبليش أن حد يرجع ده أنا قلت الكلمة هو عارف أنه غلطان إيه ده إيه ده ليه كده كل دي دروس كل دي معاني لأ معنى كمان معنى كمان رائع كلمة استحييته من ربي وانت ما تستحييش أنك مأثر في الصلاة يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم استحييته من ربي أخليهم أقل من خمسة وانت ما تستحييش فين الأدب مع الله نقطة كمان الصلاة العبادة الوحيدة اللي فردت في السماء وكل العبادات الثانية فردت في الأرض في تاريخ الأنبياء وتاريخ البشرية لا توجد عبادة فردت في السماء منذ آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلا عبادة وحدة صلاة اللي احنا بنصليها يعني عايز تقول إيه الصلاة فردت في السماء ليفضل قلبك في الصلاة معلق بالسماء الصلاة معراج القلب ومعراج الروح وكأن ربنا بيقول لنا يا مسلمين إذا كان محمد هو الوحيد في البشرية الذي وصل في المعراج إلى السماء السابعة وسدرة المنتهى فكلكم تستطيعوا أن تصلوا بأرواحكم بالصلاة إلى السماء كما فعل محمد ولكن بأرواحكم فقط ولكن بأرواحكم ببركة أن الصلاة فردت في السماء أنت في حالة معراج ما حرمكش لأنك من أمة حبيبه صلى الله عليه وسلم ما حرمكش أنك تعيش فكرة المعراج بس هي الفكرة أن أنت مش راضي تركز في الصلاة واخدها كده أنك بتأدي واجب تدوقها تدوقها وإنت واقف بين يدي الله بتقول الله هو أكبر إيه وعي يكون في حاجة أكبر في قلبك من ربنا ولو خمس دقائق أنت أكبر حاجة في حياتي الله هو أكبر أقف بين إيديه وكأنك عارف لما بتبعت ميسيج وتتأكد هي عملت الواتساب عمل على 200 زرق